السلام عليكم متابعي دراما سفورت كنت مجهز فيديو مختلف تماما عن الموضوع اللي بدي أحكيه لكن بعد تعاقد نادي روما مع جوزي مورينيو أكيد لازم نحكي عن هذا الخبر كون أنا بشجع روما وأكيد من عشق جوزي مورينيو وبعد المعاناة اللي عاناها أغلب مشجعي نادي روما مع المدرب فونسيكا باولو فونسيكا عامين على التوالي وهو عم بيرفع لنا الضغط والسكر وأخيرا وأخيرا تم التخلي عن هذا المدرب مع نهاية الموسم وانت هون يا صديق العزيز ممكن تقول شو بدي يعمل مورينيو مع فريق روما يعني روما لا عنده الإمكانيات ولا عم بيتعاقد مع نجوم ولا أي شي من هذا الشي وبصراحة يا صديق العزيز انت مانك محق نادي روما دائما لما بيكون في مدرب فهمان شو عم بيعمل نادي روما بيحقق نتائج وبيلغي عدة أندي من الدوري الإيطالي مع عم نحكي عن إسي ميلانو إنتر ميلانو يوفينتوس لأنها أندي دائما محترمة وأندي دائما متواجدة بالقمة لكن عم نحكي عن عدة أندي لاتسيو أتالانتا وحتى نابولي مع وجود مدرب فهمان شو عم بيعمل رح ترجع هيبة روما المدرب اللي قاد نادي بورتول برتوغالي للفوز بدوري أبطال أوروبا المدرب اللي قاد انتر ميلان للفوز بدوري أبطال أوروبا المدرب اللي قاد نادي تشيلسي للفوز بعدة مرات بالدوري الإنجليزي المدرب اللي قاد ريال مدريد للوصول للدور النصف النهائي واللي كان صعب جدا على الريال بفترة من الفترات حاليا عم بيدرب نادي روما الشي اللي بصراحة يعني فاجأني فاجأني جدا قبول مورينيو لهاي التجربة لهذا العرض اللي فينا نقول بأن صعب جدا مع الشي اللي عانى روما وحاليا يا شباب طموح الشخصي مع مورينيو بأن يرجع روما لدوري أبطال أوروبا يكون روما فريق قادر على الوصول بشكل دوري لدوري أبطال أوروبا لأن عدد الفرق مع غياب اسي ميلان أو مع غياب اسي ميلان عن التواجد الدائم بدوري أبطال أوروبا مع تعثرات روما حتى مع أكيد انتر ميلان منقل له مبروك لجمهور انتر ميلان الفوز بالدوري الإيطالي لكن بشكل عام هالأندي اللي فقدت الهيبل فقدت الاستمرارية ظهر عدد من الأندية لاتسيو نابولي وأتالنطا فاتوا بالجو فبالتالي لحتى ترجع لهذا الجو لحتى ترجع للرباعي فلازم تتعاقد مع مدرب ممتاز أنا بصراحة كنت بتمنى يعني التعاقد مع عودة فابيو كابيلو لكن تفاجأت بمورينيو تفاجأت بصراحة تفاجأت وبالتالي مورينيو مهمته الأساسية مع روما الموسم القادم ما تحقيق الدوري الإيطالي بالنهاية في اليوفي وفي انتر مدعمين بشكل ممتاز ومع اليوفي والانتر في كمان اسي ميلان رح يتم تدعيمه أكتر وأكتر فبالتالي انت صعب جدا تنافس على لقب الدوري الإيطالي قلنا طموحنا مع مورينيو عودة الفريق للرباعي اللي بيتأهل لدوري أبطال أوروبا يعني طموح الريال مع مورينيو مع كل التعاقدات بعد بيليغريني انه الريال يكون متواجد بالدور نصف النهائي أو النهائي وحقق اللقب ماشي ما حقق اللقب مع الريال بدوري أبطال أوروبا حقق اللقب بالدوري الإسباني ضد جيل فينا نعتبره من أفضل أجيال برشلونا على مدار التاريخ جيل جوارديولا المدرب ميسي هنري كل هاللعيبة ومع هذا الجيل حقق مورينيو بطولة الدوري الإسباني فبالتالي مورينيو قادر على إعادة نادي روما للرباعي على الأقل مبدئيا خلال العام القادم وبطبيعة الحال ما في مدرب فيه يغير كل شي يعني سألوا جوارديولا أنت المدرب الأول بالعالم المدرب التكتيكي الأول جوارديولا حكى بين أنا كمدرب فيني أعطي الأسلوب فيني أعطي الطريقة لكن لازم يلعب معي مجموعة من اللاعبين الممتازين وهذا الشي اللي بيخلينا كمان نقول بين مورينيو ما رح يرجع لروما إلا ببعض التعاقدات اللي رح تكون من اختيار مورينيو واللي رح تفيد منظومته طريقة لعب مورينيو وبنفس الوقت مورينيو مختص أكتر ببطولات الكأس يعني ممكن تلاقي روما عم بيحقق كأس إيطاليا هذا الشي كمان اللي منحتاجه من 2008 نحن ما حققنا أي لقب على المستوى المحلي أو القاري فبالتالي أي مشجع لروما بيتمنى الوصول حتى لنهائي كأس إيطاليا وتحقيق اللقب يعني في بطولات بإمكانك تحققها خصوصا مع المنافسة أو التفكير الدائم من الأندية الإيطالية بالدوري الإيطالي فنحن خلونا نفكر حاليا بكأس إيطاليا الموسم القادم كمشجعين لروما على العموم بصراحة أنا عم بحكي من فرحتي ونسيان يعني ما أنا محضر حتى للفيديو لأن الأمور مفرحة الأمور جدا يعني حلوة الأمور لطيفة جدا أنك تتعاقد مع جوزي مورينيو فحلوة حلوة 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 الخبر حلوة باركولنا يا شباب بالتعليقات وإن شاء الله نشوف روما الموسم القادم عم بينافس على الدوري الإيطالي لكن الطموح مثل ما حكينا التواجد بين الرباعي واللي حرمنا منه المدرب الله الله يسامحوا فونسيكا وإن شاء الله نشوف مع مورينيو الخير كمان مع عودة مورينيو يا شباب رح ترجع التغطي الإعلامية والكلام الموجودة على روما يعني رح تسمع بأخبار روما رح تسمع بمباريات روما أسبوعيا فهذا الشيء كمان يعني حافز لنا يعني دائما عم بنسأل أنت كيف بتشجع روما فخلص الله مع موجود مورينيو أيام صلاح كانت التغطية قوية جدا محمد صلاح لما كان بيلعب كانت جمهور المصري بيشجع روما بيتابع روما فهذا الأمر كمان مهم أنك تتعاقد معه حتى مع نجوم عرب مع لعيبة ممكن يعطي التأثير بشكل كبير للقوة الإعلامية لكن مع وجود مورينيو إن شاء الله القوة الإعلامية رح ترجع لنادي روما على العموم يا شباب ما بدي طول أكتر من هيك رايح شوف الأخبار شوف التصريحات شوف شو عم بيصير بهاي الدنيا وبتمنى يعجبكم الفيديو تكون بصحة وخير وسلامة لتاو بمباراة تشيلسي لازم يلعب كمهاجم لأن ممكن ينفع أكتر من هازارد وفينيسيوس وأسينسيوم أول شي خلونا نحكي عن تشكيلة ريال مدريد بهاي المباراة واللي لعب فيها بأربع مهاجمين أصحاب نزعة هجومية وبهاي التشكيلة لو ريال مدريد مسجل بالشوت الأول أكيد كنا رح نسمع أصوات بتحكي عن عبقرية زيدان ومرونته التكتيكية وبطبيعة الحال كون الريال ما سجل بأول شوت فأكيد رح تسمع أصوات بتحكي بين سبب المجازفة أو سبب المغامرة اللي عملها زين الدين زيدان باللعب بهازارد وفينيسيوس وأسينسيو وبنزيما بنفس التشكيلة بمباراة ممكن يسجل فيها أوساسونا هدف من هجم عكسية وهذا الشي اللي صار لو لحالة التسلل عموما يا شباب إذا بحثنا عن الأسباب لدخول زين الدين زيدان بهاي التشكيلة بتشكيلة 4-2-3-1 وبرباعي من أصحاب النزعة الهجومية فأكيد رح نلاقي مبررات لزيدان أولا عدم الاعتماد على مودريتش لمباراة تشيلسي كروز مرهق إسكو طبعا حاليا منبوز من زيدان رغم تكبير وما بيهم بأي مركز بيكون بالدور الإسباني لما بيلعب مع الفرق الكبير دائما بيأدي ودائما بيعمل مباريات رائعة لكن اليوم بصراحة شديدة فريق بالانسيا ما كان جيد لا تغرق النتيجة 3-2 برشلونة كان أفضل بمراحل الفترات اللي كان بيسيطر فيها بالانسيا وفترات قليلة جدا يعني فينا نقول 20% من المباراة كانت تحت سيطرة بالانسيا وكان عم بيسجل فيها أهداف وهاي بطبيعة الحال نقطة سلبية لبرشلونة أي أنك لما بتستحوز ولما ما بتضغط ولما بتكون فاقد التركيز فبتتلقى هدف بأي شكل من الأشكال برشلونة بهاي المباراة للأمانة كان فارض سيطرته فارض أسلوبه ومستحوز وبصراحة بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي ما كنت فاقد الأمل بأن برشلونة رحيفوز بالمباراة لأن كنت حاسس بأن إذا ما تلقى هداف أكيد رح يسجل وهذا الإحساس نتيجة أنه عم بيلعب مع برشلونة لاعب اسمه ليونيل ميسي ميسي بآخر 26 مباراة مسجل 26 هدف وتسعة أسيس يعني إحصائيات خرافية وحتى غريزمان اللي عم بيلعب مع يونيل ميسي ممكن أنت مو شايفو مهاجم ممتاز لبرشلونة لكن هو أفضل الموجودين حاليا أي أنك مع برشلونة الحالي ممكن تجيب أهداف ممكن تجيب هدف أو هدفين لكن أكيد رح تتلقى أهداف وهاي المشكلة الأساسية ببرشلونة الخط الدفاع خط الدفاع الأخطاء حتى حراسة المرمى تيرش تيغن ما عم بنشوفه متل قبل عم بيتصدى للكرات عم بينقص برشلونة حاليا تيرش تيغن بصراحة بمستوى أقل ودفاع برشلونة كما العادة في أخطاء وهون يا شباب أنا بدي أحكي